خلوني بقى اطلع كده نتابع تقرير عن الشكل الالي في منديال الاندية بعد ما تمسك الفيفا بالموعد المتعارض مع كأس الامم الافريقية انا مش اجيب سيد انت احمد مجاهد خالص وطلع عمل لنا حاجة كده بوم وطورة بعد يعني خلاص هو حر يعني الناس بقى ايه المواقف اللي زادي بتعرف الناس كل حاجة يعني انت اخد بالك لما بتيجي تبني الثقة والمصداقية انت ما بتبنيهاش كده انت بتبنيه في كلام في خبر وفي اتنين وفي تلاتة وفي تصريح وفي اتنين وفي تلاتة وناس طول تخزن 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 ثم تحكم بعد ايام او بعد شهور او بعد سنين ان الفلندا مصدر ثقة انه فلندا بقول اي كلام انه فلندا بهجاص انه فلندا لا بيكلم بجد تل عمره عاملي وبتاع شوق الناس كده يعني انت فامش هتكلم على التصريح لالو احمد بجد واللي بان في الاخر انه كان كلام مجرد كلام يعني بدون معرفة او بدون معلومة دقيقة فحايتين نشوف الاهلي حيتعامل ازاي وازاي حيكون شكله في كاس العالم للاندية الاهلي في ورطة حقيقية ورطة قد تكلفه خوب منافسات منديال الاندية بالصف الثاني من اللاعبين وهي المسابقة التي يحلم المارد الاحمر بالمشاركة فيها والاحتكاك بفرق من مدارس اوروبية ولاتينية واسيوية عريقة تتبخر وعود احمد مجاهد مع اقتراب الموعد المنديالية لا منديال الاندية تم تأجيله ولا كأس امم افريقيا تم تقديمها المؤشرات كلها تضع الاهل في دائرة النار والايام تفتك بحلم التوصل لحيول مرضية ومنطقية لكن المحصلة حتى الان ان نوضع الايام الاخيرة من بطولة امم افريقيا في نفس الجدول الزمنية للايام الاولى من بطولة منديال الاندية يجبر الاهلي حال وصول منتخبات مصر ومالي وتونس لنس في النهائي على اللعب امام منتير المكسيكي بدون عشرة نجوم على الاقل مثل حارس المرمى الاساسي محمد الشنوي وركائز الفريق الدفاعية ايمن اشرف واكرم توفي وعلي معلول ومحمد هاني بجانب سلاسي الوسط الاساسيين حمدي فتحي وعمل السلية والمالي الوديانج وربما ثناء الهجوم محمد مجدي افشة ومحمد شريف الاهلي في ظل هذه الغيابات قد يضطر لخوض المباراة الاولى من كأس العالم للاندية بالحارس علي لطفي وامامه ياسر ابراهيم ورامي ربيعة وبدر بنون ومحمود وحيد وفي الوسط وليد سليمان ومكسوني وطاهر محمد طاهر وكهرباء واحمد عبدالادب وفي الهجوم صلاح محسن فهل ستنجح هذه الاسماء في تجاوز عقبة منتير المكسيكي والتأهل لنصف نهاء منديان الاندية اشتركوا في القناة